القارليك بريد أو الخبز بالتوم عادةً يعتبر من المقبلات رح حضر معكم خبز بالتوم مع الفريدو سوس وقطع الجاج بدايةً رح حضر معكم هريسة التوم أو سوس التوم بالبداية عندي رسالة من التوم أو مقدار نص كوب عليهم رح أضيف ربع كوب من زيت الزيتون سمي بسم الله وبدي أغطيهم ودخلهم لفرن محمى مسبقاً درجة حرارة 220 الرف الأسفل فقط لمدة 20 دقيقة بس بدي أفرجيكم كيف التوم بعد ما طلع معاي من الفرن استوى تماماً وأخذ هاللون وتنكه بزيت الزيتون هيك صار معاي جاهز سمي بسم الله وننزل فيه بهالشكل وهو يدافي وبدي أهرسها بالشوكة ما بياخد أبداً معكم أي مجهود بعد هيك رح أضيف له نص كوب من الزبدة اللينة بدرجة حرارة المطبخ بالإضافة لربع كوب من البكدونس المفروم ناعم ودول بدي أعطيهم تقليبي مع بعضهم حتى يندمجوا مع بعضهم البعض وبهيك أنا حصلت على كريم التوم بالنسبة لتتبيلة الجاج عندي اتنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون بالإضافة لملعقة صغيرة من الأوريغانو ملعقة صغيرة من البابريكا ونص ملعقة صغيرة من الملح ونص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود هذول بدي أخلطهم مع بعضهم طبعاً شو أنتوا بتفضلوا تضيفوا إبهارات بإمكانكم تستخدموا بهالمرحلة بعد هيك عندي مقدار اتنين صدر جاج مخلت جلده العظم أنا قطعتهم شكل كيوبس وأعطي تقليبة حتى تتوزع عندي هالمطيبات ما بين جزئات الجاج وهيك الجاج صار معاي جاهز بمقلاة محمية مسبقة النار قوية رح أنزل عندي بكمية الجاج بسم الله وبدأ أتركهم على نار قوية لمدة عشر دقائق حتى يستن معاي الجاج وياخد هاللون يلي غير شكل مجرد ما الجاج عندي استوى وأخد هاللون هيك صار معاي جاهز أنا أطلع فيه عن النار رح حضر معاكم الفريدوسوس بكسر العلى النار عندي اتنين ملعقة كبيرة من الزبدة بالإضافة لكوبين من كريمة الطبخ السائلة برضو رح أضيفها بهالشكل عليهم رح أزود ملعقة كبيرة من البرمجان روجيانو أو جبنة البرمزان وأعطيهم تقليبة سريعة بهالشكل أنا بدي أتركهم على النار فقط لمدة ثلاث دقائق يتسبكوا مع بعضهم وياخدوا نكات بعضهم البعض هذا القوام يلي أنا بديه جانست عندي النكات مع بعضها البعض وهيك أنا حصلت على أسهل وأسرع صص الفريدو بالنسبة للخبز عندي حبتين من الخبز الباكت الخبز الفرنسي أنا أخدتهم من النص في حال حبيتوا تستخدم الخبز الأسمر برضو مثل هيك ما في عندكم أي مشكلة طبعا كلها خيارات أمامكم مفتوحة بداية رح أضيف عندي طبقة من كريمة التوم ونوزعها على الخبز بشكل كامل بعد هيك بدأ أوزع مقدار من الفريدو برضو نغطي عنا الخبز طبعا بإمكانكم تستخدموا الأعشاب العطرية مثل الأوريغانو الروزميري رح أوزع عندي قطع الجاج بهالشكل طبعا بإمكانكم تستخدموا البيبروني لو بتحبه أو السلامي الهوتدوغ بعد هيك عندي مقدار كوبين من الموزاريلا المبروشة برضو رح أضيفها على الجاج والخبز بعد هيك عندي ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم بعد هيك رح أدخلها لفرن محمى مسبقا رف أوسط فقط شوائم الأعلى تقريبا خمس دقائق حتى تنشوها معاي والدوب الجبلة معاي تماما بس بدأ أفرجيكم كيف لما طلعت معاي من الفرن شوفوا معي ما شاء الله هالجمالية استكابتهم في طبق التقديم شوفوا معي ما شاء الله هالجمالية شوفوا معي ما شاء الله وصفة حرفيا بتشاهي بنصحكم بتجربتها وبألف عافية عليكم يا رب